انت خابت النقابة هاي سنة، أخذت أكبر ضجية ما لازم يصير ضجيج حبيبي مهروف لازم يصير بس هي أول مرة لازم يصير هالضجيج لكتير 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 ما شاهدناك معحدة إذا بدك تشارك، إذا بدي شارك مثل مشاركات الماضية ويبقى صوتي على الأوف أنا فاقد الثقة بهذه النقابة بهذا المبنى مشان من تم نسميه نقابة مشان من تم نسميه فنانين لا أنا فاقد الثقة بهذا المبنى فاقد الثقة من زمان يعني وخصوصا عندما كان عندما تكرر خلل حقيقة خطر جدا وهو أن نقيب الفنانين كان بنفس الوقت يدير شغلي وعملي في مدير المسارح والموسيقى فمدير المسارح والموسيقى هو نفسه نقيب الفنانين فإذا أكل لي مدير مسارح والموسيقى حقي بدي لوح اشتكي لنقيب الفنانين فعلي يعني مدبلج الموضوع السيد فلان الفلاني لقد أكل فلان الفلاني حقي في مدير المسارح والموسيقى هو نفسه والحكمه خصمه والحكمه وبتقول لي بدك ولفترة طويلة يعني مو أنه حالة استثنائي لعدى موجود الكياء في البلد أو فنانين حقيقيين قادرين على النضال النقابي وتحقيق الأحلام للفنانين السينمائيين في سينماهم المسرحيين في مسرحهم الراقصين في مسرحهم الراقصات غير الراقصات الراقصات في النبل طبع بقية أنواع الفنون التي يمكن أن تتواجد لا كل عجينة واحدة اسمهم فنانين وحق لي يعني شوف يعني مع كل السنوات لو فوت على هالنقابي إذا فت لما عم فوت هيك بتحس أنه أنت غريب بالنظرات تقول إليك ليش أنت هون شو بده شو بدك إذا بدك تدفع اشتراكات في زابوءة عند فلان كذا بتروح تدفعه ياريت ما ترجينا والشك هيك النظرات ترشي كان في شوية مقصف كان في شوية أكابلية عم بحكي عن زمن كان فيه رفي اسبيعي يعقوب أبو غزالي عدنان بركات منواصف كتير ناس هيك ما زالت أحياء ما تفائل بالنقيب الجديد بين نقر الشحو ما بتقدر تتفائل بحدا لسبب بسيط بدك مجلس نقابة قادر على الدفاع عن مسرحي أما أنه يدافع عن رقاصات الشادروان أنا ما تحب بها ما احترامي لكل إنسان وعمله في هذه الحياة بالمطلق أما أن يدافع عن إنسان جاهي بده ينتج عمل فأنا بدافع عن حصته بها العمل وحصته بها ذاك العمل ما عليش خليني يكلم فأنا ما إلي علاقة بها المعامع لو كان بيودي أن أدخل بها المعامع وأبني نوع من المجد المالي والشخصي والعلاقات العلنية وغير العلنية من ال81 كنت رحت بهذا الممشى وانسيت كل هذا الشيء اللي ساويته ما تفتله نقباء ساوكين بنو مجد شخصي برأيك؟ والله يعني بشوف إنسان سيارات وتفارهة ومحظيين ودائما في وفود راحين وجايين وتلفزيون يعني في حين أن الفنان الحقيقي الذي يعرق على مساح أو أمام كاميرا أو يعني في شيء من المشجوع هؤلاء ليشكون من جوع ليشكون من جوع الروحي اللي علاقة به ضرورة تخديم شعوبهم أو شعبهم السوري بنوع من المبادرات لرفع سوية وعي أو لإنقاذ فتاة أو فتاة جيل بمعنى كامل عبر الاجتماع في المسرح في السينما في المراكز الثقافية هذه التي باتت للظلم في معظمها في معظمها للظلم والفئران والموظفين اللي ختيروا ولا زالوا يأملون في أن يكون هناك شاشة سينمائية أو نادي سينمائي